شركة الكتل هي واحدة من الشركات اللي ما اسمع اسمها ما بيخطر في بالي جهاز خرافي مشهورين الجماعة بالاجهزة المتوسطة الى منخفضة الفئات اللي سعرها رخيص ولكن في جهاز من هالشركة اثار اهتمامي بشكل كبير من اول ما اسمعت عن اطلاقه واخيرا صحت لي الفرصة اني اقدر اجربه واشارك معكم هالتجربة اللي هو الايدل 4S امر بميز الايدل 4S عن اغلب الاجهزة الثانية هو القيمة الكبيرة اللي بتحصل عليها من فلوسك لما تشتري الجهاز ففي نفس البوكس بتحصل على خوذة واقع افتراضي اللي مصمم فقط انها تشتغل عليها الجهاز بحيث ما بتقدر تسعمل معها اجهزة اخرى للأسف الشديد ولكنها خوذة لا بأس فيها وشبيهها الى درجة كبيرة بخوذة سامسونج اللي هي الجير في ار من ناحية الجودة ومن ناحية طريقة الصنع ايضا بتحصل على سماعات ايربودز من نوع جي بي ال بالاضافة لاجربين او كورين واحد فيهم بيكون شفاف والثاني عبارة عن فليب كيس او زي الوالت كيس بيكون واللي له بعض المزايا الذكية فلما تسكره بيعرض لك بعض الامور الاساسية والمعلومات الرئيسية على الشاشة بدون ما تضطر انك تيقض الجهاز نفسه لان لما نتكلم عن الايدل 4S نفسه جهاز تصميمه جدا بريميوم وبتحس هالكلام من الماتيريا المستعملة فيه في الجهاز من الواجهة زجاج من الخلف زجاج الاطار تعب الكامل من المعدن الامر اللي حقيقة شعوره في الايد جدا جدا ممتاز ولكن مثل ما بتعرفه وجود زجاج على الظهر امر بيخليك تتغلب شوي بمسألة البصمات لانه لما تلعب في الجهاز شوي مباشر راح يكون هالموضوع جدا جدا واضح للخلف ولكن الامر اللي ازعجني صراحة في الجهاز من وراه هو بروز الكاميرا الكبير بحيث انه الكاميرا تقريبا واحد ملي كامل زيادة عن سطح الجهاز الخلفي اللي هو امر مزعج بالنسبة لي صراحة وبيخليني اخاف شوي انه الكاميرا ممكن تتأثر من لما احطها ولما الجهاز يكون هيك على وجهه ويجي عليه اي شي فشوي الموضوع بيخوف ولكن تمشاهد حال استخدمت الكيس او الاجراب الشفاف اللي بيجي مع الجهاز بحيث انه بخفي الموضوع كبسات الجهاز المزعين على اليمين وعلى الشمال ازرار الصوت موجودين على اليمين في الزاوية العليا والزر التشغيل موجود في اقصى الزاوية لشمال اللي هو شوي صراحة كان صعب اني اضل اوصله بشكل سهل بايد واحدة مع انه الجهاز حجمه مش كبير كثير ولكن برضو صراحة كنت ادايك كنت بتمنى لو كان نازل شوي للاسفل او على الجهة اليمين الموضوع كان رح يكون الطف صراحة ولكن على الجهة اليمين في زر اضافي الكتل حطوه اللي هم يسمينه البومكي هذا الزر له مجموعة من الخصائص والاوامر اللي بتقدر تعمل فيهم شغلات جدا جميلة صراحة ولا رح نتكلم عنها لما نحكي عن السوفتوير لقدام الجهاز من المقدمة شكله متطابق من فوق ومن تحت بحيث انه الكتل اللي عمله فيه حركة جدا لطيفة هو انهم خلوا الجهاز ريفيرسبل يعني لو مسكت الجهاز رأسا على عقب رح تقلب الشاشة كلها معك فما رح تكون عندك مشكلة كيف ما تطلع الجهاز من جيبتك انك تكون ماسك وتبلش تحكي مكالمات حتى بحكم انه في عندك سماعة من الاعلى وسماعة من الاسفل وايهما بتشتغلك سماعة مكالمات حسب انت كيف بتكون ماسك الجهاز اللي هي حركة جدا 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 جميلة وعلى ذكر السماعات عنا هنا افضل سماعة شفتها على اي جهاز اخر في هاي السنة بحيث انه السماعات اللي موجودين على هالجهاز بيتفوق على سامسونج الجي سوني حتى اتش تي سي افضل بمراحل من ناحية علي الصوت ومن ناحية كمية البيس اللي بتطلعها السماعات الان في حالة لو كنت شفت معاينات اخرى للايدل فور اس بتكون خاين لاندرويد باشا بعمزح بعمزح لو كنت شايف هالموضوع راح تلاحظ انه في قارئ بصمة اسبع على الجهاز ولكن الجهاز اللي معي ما في قارئ بصمة والسبب برجع لانه الكتل اختاروا انه الاجهزة اللي بتوصل لآسيا والشرق الاوسط ما راح يكون فيها قارئ بصمة والاجهزة للولايات المتحدة الامريكية واجزاء من اوروبا راح يكون فيها قارئ للبصمة صدقا مسألة البصمة هي الامر الوحيد بالنسبة الي اللي قد يحطم مسألة اني استعمل الجهاز كجهازي الرئيسي يوم ليوم على فترة طويلة بحكم انه اخر 35 جهاز استعملتهم كلهم بدون اي استثناء بيملكوا قارئ بصمة ما عدا هذا هو اللي خرب لي هالرقم انتقالا للكلام عن الشاشة هون نتكلم عن شاشة حجمها 5.5 انش بدقة كواد اتش دي اللي هي 2560 في 1440 دقة الشاشة جدا ممتازة بالنسبة لحجمها فبنتكلم هون عن كثافة بيكسلات فوق ال500 بمعنى اخر النص اللي راح تشغلوا عليها راح يكون جدا ممتاز وواضح الصور راح تكون حادة بشكل كبير وايضا بما انه هون نتكلم عن شاشة من نوع اموليد وليس LCD فبنتكلم عن اشباع اعلى للالوان نفسها انتقالا للكلام عن الكاميرات الكاميرا الخلفي هي بقوة 16 ميجابيكسل وبحجم فتحة يساوي F2.0 ولكن للأسف الشديد ما في عنا OIS او تثبيت الصورة البصري الامر اللي شوي غلبني صراحة في الجهاز بحيث انه سرعة التقاط السنسر نفسه للصور شوي مش بزيادة فدايما لما كمدي اصور كانت الكاميرا تأخذ شوية وقت زيادة لحد ما تلتقط الصورة وبالتالي تطلع الصورة فيها رجف كبيرة الا اذا كنت بدي اثبت ايدي بشكل منيح واخذ وقتي وانا بصور وقتها بتعطيني الصور حقيقة صور جدا جدا رائعة وهالكلام غالبا كان في ظروف الاضاء جيدة في ظروف الاضاء انه الخفض الصور صراحة مش بزيادة كانت بحكم انه في غباش بشكل كبير فالكاميرا شوي الهلمتس من ناحية قديش الايزو اللي بتقدر توصل وقديش سرعة الاغلاق تقدر تتحكم فيهم بشكل يدوي ولكن مثل ما ذكرت في عندك محددات شوي ما بتسمح لك انك تلعب بالموضوع بشكل كبير ولكن الخيار موجود انك تعدل على هاي الامور بشكل يدوي اما من ناحية الفيديو فالصورة جيدة صراحة من ناحية الحدة ولكن ايضا برجع وبحكي مشكلة عدم توجود تثبيت الصورة البصري بتغلب مثل ما انتم لاحظين انا جالس الان وقعب بصور والصورة فيها رجفة بشكل كبير كيف لو كنت بتحرك اما بالنسبة للكاميرا الامامية فهي بيقوة 8 ميجابيكسل ومثل ما انتم لاحظين مش بزيادة كثير ولا كده بتمشي الحال صراحة بتعطيك بعض السيلفيز الجيدة انكن بتصور في ظروف اضاءة جدا ممتازة انتقارا للحديث عن الاداء الفور اس مزود بمعالج من نوع سناب دراجون 652 بالاضافة لمعالج جي بيو من نوع ادرينو 510 بالاضافة ل3 جي جرام كل هاي الامور رح تعطيك تجربة نوعا ما جيدة بحيث انه في اغلب المهام اليومية فتح التطبيقات التبديل ما بين التطبيقات تفتح الكاميرا تصور تبدل ما بين تطبيقات سوشال ميديا تويتر وفيسبوك الى اخره ما رح تكون عندك اي مشكلة نهائيا وايضا في الالعاب التجربة رح تكون جيدة بحيث انه اغلب الالعاب ما رح تتطلب هالطاقة الكبيرة جدا من ناحية التشغيل وما رح يكون في عندك هالفريمات الكثيرة اللي بتكون رايحة فأغلب الأحيان ما رح تكون عندك أي مشكلة أطلاقا بعض الأحيان القليلة اللي حطت كان في عندي ألعاب فيها مشاكل كبيرة خصوصا لما كنت أرفع إعدادات لكوالتي تاعت الصورة بدرجة كبيرة ولكن على أغلب الألعاب ما رح تواجه أي مشكلة أطلاقا من ناحية الأداء وراح يمشيك بشكل جدا ممتاز واللي بساعد على هذا الموضوع هو نظام التشغيل فهنا في عندنا أندرويد 6.0 بالإضافة لواجهة الكتل المعدل عليها بشكل جدا ذكي صراحة بحيث أنه أغلب الأمور تركت على ما هي عليه فشكل التطبيقات القوائم الدروب داون منيو من الأعلى كما هي ولكن في عندنا بعض التعديلات والإضافات اللي صراحة جميلة وكانت أسبق من وقتها بحيث أنه الآن الأب دروير اللي موجودة على هذا الجهاز اللي جاء عليه من شهر 2 للآن بيفتح بشكل أفقي وليس بشكل عمودي واللي هي جاءت قبل الإعلان عن أندرويد 7 بحركة لطيفة جدا أيضا في عندنا بعض الأمور الجميلة اللي بتتعلق بزر البومكي اللي تكلمنا عنه في السابق ألا وهي أنه بإمكانك أنك تبرمج عدة أوامر حسب أنت إيش التطبيق اللي فاتحه وحسب حالة الجهاز نفسه فبإمكانك أنك تبرمج الجهاز في حالة كان مغلق أو مطفي أنه لما تضغط على هذا الزر مباشرة تفتح الكاميرا وتصور صورة لو كنت على قائمة الإغلاق أو على صفحة الإغلاق تحت الجهاز بدون ما تفتحه بإمكانك أنك تضغط ومباشرة بتم عرض أنيميشن علشان يبين لك كيف حالة الطقس لما تكون فاتح الجهاز بإمكانك أنك تبرمج ضغطة أو ضغطين علشان يفتحه تختصار أو تطبيق معين أما بالنسبة للبطارية فالفور أس بيملك بطارية داخلية غير قابل لإزالة بسعة 3000 من الأمب اللي كانت تعطيني ما يقارب من ساعتين نوص إلى ثلاث ساعات ونص من السكرين أون تايم كمعدل نوعا ما حسب استخدامي لأيام اللي كنت أستعمل فيها التطبيقات مثل التويتر الفيسبوك انستغرام أصور كثير استخدم الفور جي نافيجيشن كل هاي الأمور كان يعطيني ما يقارب الساعتين ونص إلى ساعتين أو ثلاث ساعات إلا ربع الأيام اللي كان استخدامي فيها طبيعي كانت صمد معي يوم كامل على ما يقارب الثلاث ساعات من السكرين أون تايم فنوعا ما أداء الجهاز من ناحية البطارية متوسط ورح يمشي أغلب الناس على الاستخدام العادي بالإضافة أنه هنا فيه عندنا ميزة Qualcomm Quick Charge 3.0 اللي بتسمح لك أنك تشحن الجهاز من صفر إلى ما يقارب الثمانين إلى خمس وثمانين بالمئة في ساعة واحدة أخيرا وليس آخرا سعر الأيدول 4S هو أربعمائة دولار أمريكي ولكن هاي القيمة بتحصل عليها مع كل الإكسسوارات اللي بتيجي مع الجهاز الآن هل بستاهل أنك تشتريه أو لا؟ بالنسبة لمواصفاته نوعا ما متوسطة وجيدة جدا من ناحية البلد نفسها أو التصميم والمواد مستعملة فيه صراحة جدا جميلة الميزات اللي كثير عجبتني فيه كانت السماعة والسماعة والسماعة سماعتها الجهاز تتفوق على كل شيء ثاني جربته لحد الآن بعد أيام سونيا ريكسون الله يرحمهم المسألة الوحيدة اللي ذايقتني بشكل كبير وعملت لي مشكلة معها الجهاز هي عدم وجود بصمة إذا قدرت أنك تحصل على الجهاز من أسواق أخرى متوفر فيها جهاز بقارئ البصمة رح يكون الجهاز جدا لطيف معك ورح يمشي أمورك بشكل أفضل من هذا إذا مش متعود على البصمة ومشتائل فيها كثير صراحة رح يكون جهاز جدا رائع معك ولكن إذا البصمة بالنسبة إليك أمر مهم فيه أجهزة أخرى وفيه خيارات أخرى إذا حاب تشوف مقارنة هالجهاز مع الأجهزة الأخرى اللي أيضا أسعارها بنفس هذا الرينج اكتب لي في قسم التعليقات بالأسفل وعطني الرايك على هالفيديو إن شاء الله يكون الفيديو ممتع ومفيد إن شاء الله تكونوا استفدتم منه هذا كان كل إشهر هالفيديو كما معكم صلاح حامد في أمان الله